يقول قدم عمر بن الفرج الرخجي المدينة حاجا بعد مضي أبي جعفر عليه السلام أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام يقول قدم عمر بن الفرج الرخجي لا أدري أن كنتم تتذكرون هذا الرجل فقد تناولنا أمره في بعض محاضراتنا السابقة هذا الرجل كان من أعوان الظلمة كان من العاملين في البلاط العباسي كان وزيرا لآل العباس أو لبني العباس تولى الوزارة كما تولى إمارة المدينة أيضا وكان ناصبيا وغدا كان معاديا شديدا لأهل البيت عليهم والسلام ولكن العجيب أن له أخا اسمه محمد محمد بن الفرج الرخجي وهذا الرجل كان شيعيا شديد الإخلاص لأئمة أهل البيت عليهم السلام وكان من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام ومن تلامذته فانظروا إلى هذه المفارقة صحيح أن الأخ ذاك عمر بن الفرج كسب الدنيا فنال الوزارة نال منصبا رفيعا في الدولة وصار الآمر الناهي أخوه محمد كان يمكن له أن ينال هذا أيضا لو أنه تعاطى مع بني العباس لو أنه اتصل بهم وتعاون معهم وباع دينه لهم لكنه أبى إلا أن يشتري دينه وأن يبيع دنيا فصار من كبار الرواة عن أهل البيت عليهم السلام وترك الدنيا والسلطان والوزارة وكل ما إلى ذلك وصار تلميذا صغيرا عند الإمام الجواد عليه السلام فربح ماذا الآن ربح جنة عرضها السماوات والأرض وماذا ربح أخوه ذاك ربح جهنم ربح سقر أخوان الآن في هذه اللحظة التي نتكلم فيها واحد منهم في الجنة والثاني في النار أخوان شقيقة هذه من العبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر